من قناة الجديد في بيروت مساء الخير حكومة التفليسة رهقت المؤسسات وما بين الانفاق المالي والنفاق السياسي حرف وحرب وشعب يئن ووزارات تنزف من قلة المال فالمعوقون المساكين أصبحوا بلا رعاية أما ذو الحاجات الخاصة من السياسيين يشتغلوا بالبلد ويجرون تراشقا بالمدفعية المالية الثقيلة وعلى شرط أن جميعهم أصبح الآن فقط أكثر حرصا على الدستور منه في أي وقت مضى وعلى عدم مخالفة القوانين يرتفع جبل الأزمة ويهدد جلسة مجلس الوزراء غدا والأطراف المعنية ترمي بالكرة من ملعب سياسي إلى آخر ففريق يرى الحل في قرار جملاطي يرجح كفة الميزان لكن زعيم التقدمي شريك في الصرف مع فؤاد السنيورة ولا يترك الرئيس الأسبق للحكومة وحده في مهب الأحد عشر مليارا وفريق موازن يرمي بالمسؤولية على رئيس الجمهورية الذي يرفض بدوره توقيع مرسوم ثمانية ألاف وتسعمائة مليار المتصدر جلسة الغد مع مرسوم آخر بأربعة ألاف وتسعمائة مليار أعده وزير المال محمد الصفدي هي حاجة الإنفاق للأشهر المقبلة أوسع حملة على رئيس الجمهورية انطلقت من منصة الرابي اليوم فذكر العماد ميشيل عون بأن الرئيس ميشيل سليمان الذي لا يريد مخالفة الدستور فقامته نفسه انتخب بمخالفات دستورية أما للنائب وليد جنبلاط فقال إذا بليتم بالمعاصي فاستتروا ورأى عون أن له الحق في انتقاد جنبلاط والمطالبة بمحاكمته ورفع الحصانة عنه أيضا مدام قد رسم صورته بريشته ووصف نفسه في السابق بأنه سرق وكذب فتحى عون على جبهتين وأفعالها مع الرئاسة الأولى ليختلط المرسوم المالي بالتعيين القضائي وكل يقف على حد السكين لكن وزير العدل شكيب البرتقالي كان قادرا أن يحزم أمره ويقدم مرشحه إلى مجلس القضاء الأعلى الذي يحتاج إلى رأس قبل عوزه إلى أعضاء بارك تعيينهم اليوم لم يسمي قرطباوي وبقي أسيرة تمسك العماد ميشيل عون باسم المرشح طنوس مشلب ولم يعد هناك إلا طنوس بالجيش القضائي ومع ذلك فإن وزير العدل زعم تقديمه مرشحا إلى أن فضح أمره رئيس الجمهورية في أثناء زيارته أستراليا وقال أن قرطباوي لم يتقدم بأي مرشح فليعلن وزير العدل إذن أنه غير قادر على تجاوز حكم الرابي وأنه وزير مفوض إليه تنفيذ أحكام العماد ميشيل عون السياسية في القضاء اللبناني وبناء على تلك الصفة لن يحق للوزير قرطباوي تقديم مشاريع قوانين عن استقلالية القضاء كما فعل اليوم لأنه لم يطبق النموذج على نفسه وإلى الأحكام الدولية على الأزمة السورية وجديدها إعلان كافي أنان في إحاطته لمجلس الأمن أن الجيش السوري خفف من استعماله الأسلحة الثقيلة لكنه مزال منتشرا في المدن والبلدات وقال أنان إن القتال مزال مستمرا معلنا أن نقاطه الست ليست فرصة مفتوحة إلى مال نهاية لكنها الفرصة الأخيرة